صباح الخير موسيقى أنا مهدي عطية كريرا 40 سنة بشتغل في مجال دوم المريونات من تقريبا حوالي 15 عام إجت الفكرة فكرة دوم المريونات أو عرائس الخيوط من نابع الحاجة أول حاجة من نابع أنه ما في الشي هذا الفن يفتقر لقطاع غزة أو غير موجود على الإطلاق وكانت البداية مع يعني صديقي لأشرف شيخه هو فنان تشكيلي أنه كيف ممكن نعمل بالأول دمية نصنع دمية وبدأنا على نستخدم ماتيريال وراء ماتيريال مادة وراء مادة وراء مادة لحد ما وصلنا كيف ممكن نعمل راس الدمية وبعدين جسمها وبعدين كيف ممكن نحركها ونربط لها الخطان أخد أخد وقت كتير معي الموضوع وفكرت أنه أعمل فريق ومسرح بس طبعا فيه دربات في الفترة هذه وقفات كتير أنه أنت بتحتاج لتمويل التمويل مش معناه بس فلوس تمويل والدعم معناه تعليم خبرات مهارات موسيقى احنا بنشكل بأيدينا عشان هيكد المسرح هذا ممكن يتناول كل المواضيع اللي بتهم المواطن الفلسطيني والعربي مركزين شوية على مواضيع بتهم قطاع غزة الآن وبنتمنى ننتشر في الوطن العربي وبالعالم موسيقى فكمان في فكرة عندنا نعمل دمى كبيرة عملاقة هتكون في قطاع غزة لأول مرة دمية طولها ثلاثة أربعة متر موسيقى خلال عروضنا قدرنا نستقطب ناس كتير معنا سواء مثقفين أو كبار يعني كبار أباء وأمهات نجذبوا لهذا المسرح وبالعكس شجعوا أطفالهم أنه يجي المفروض هو العكس الطفل يجيب أبوه لا كان في ميكس كتير لذيذ في أنه الأباء والأمهات وإشي يحترم أنه قدرنا نصل لفئات كتيرة من المجتمع فإحنا بنحلم أنه يكون عندنا بص متنقل من خلاله يكون فيه مصرح مصرح كامل متكامل يعني فيه رؤية عندنا نقدر نعمل المصرح وإن شاء الله من خلال شاشة الغد نقدر نوصل صوتنا إنا نصل جزء من هذا الحلم وإحنا بنكمل يعني ما فيش عنا مشكلة اللي خلينا نبدأ من الصفر بخلينا نبدأ ننطلق لأبعد مرحلة ممكن نتخيانها اشتركوا في القناة